تنسيق ما بين الاحتياط الأمريكي وبين الـ European Central Bank أو البنك المركزي الأوروبي Bank of England اللي هو البنك المركزي الإنجليزي وبنك of Japan بنك المركزي الياباني لازم يكون فيه تنسيق ما بيبقاش فيه قرارات كده عفوية أو يتم قرار مثلا بين الاحتياط الأمريكي بدون إخبار البنك الاحتياطي ماريو دراجي قال اللي هو حيتم برضه سيستمر في سياسة التحفيز المالي وتقليص معدل الفايدة بحيث اللي هو يساعد لأن الاقتصاد الاتحاد أوروبي بصفة كاملة لسه بيتعافى ولسه بنحاول نشوف آيرلندا مثلا بتحاول تخرج من المشكلة اللي هو البيل أوت لماذا آيرلندا يعني واضح أنه آيرلندا عملت قفز نوعية حتى بالنسبة لأنه قالت سنة تخلوهية كانت من الأوائل دائما الإيرلنديين أسكياء بهذه الأمر يعني واتبوا أنه مش عايزين مساعدة من مش عايزين وهنا مهاجرين يعني أغلبية المهاجرين المفكرين الأمريكيين كانوا من إيرلندا طيب ماذا عن الآخرين اليونان طيب أقلقت الأسواق لدرجة طويلة يعني فترة طويلة ب2013 لماذا فجأة نركز على إيرلندا لأنه عطت خبر جيد وماذا عن اليونان إسبانيا فيهم كمان إيرلندا بيقولوا يعني عشان هي تجربة نجحة يدوروا ياخدوا قرارات معينة ساعدوا الاقتصاد خدوا قرارات معينة بالنسبة لممتلكات الحكومة وبيع بعض الأصول والتخلص من بعض الأصول وحقيقة هم خدوا قرارات صعبة وعايزين لهم ينفردوا بقراراتهم ويبعدوا شوية عن تحكم صندوق النقد الدولة فهم عايزين يبينوا لإيرلندا يعني طالما قدرت تخرج من هذا يعني فيه نوع من الأمل بالنسبة للبلاد التانية بالنسبة لليونان بالنسبة لأسبانيا هي المشكلة في إتحاد الروبي الحقيقة مش العملية النقدية هي المشكلة هي العملية اللي هو معدلات البطالة اللي هي العالية جدا هي اليونان أسبانيا والتوظيف لأن الكمباتاتفنس أو الدرجة التنافسية للإتحاد الروبي تقلصت جدا في ظهور الاقتصاد الصاعد بتاع الصين بتاع البرازيل والهند فلازم خلق وظائف تتعلق بنوع جديد ممكن يدي درجة التنافس عالية في التكنولوجيا في مجالات مختلفة عن المجالات المحلية ولازم فيه حاجة اسمها structural change